الخبار الثاني اللي يعمل جدل منذ تصريح كان لصديقنا الصحو في براديو مايد علي الترابلسي تصريح للفنان نوردو في إطار فعاليات مارجين العنب بجرومباليا قال إنه بصدد الاستعداد الخوض دور بطولة في مسلسل جديد يعرض على قناة الحوار التونسي خارج السباق الرمضاني مسلسل هذية يتكون من أربعين حلقة وهو من إخراج مروى الإزنيدي شرك في بطولته إلى جانب نوردو كل من أحلم لفقيه وعزة إسليماني نوردو حكى أيضا على عمل جديد يجمعه قريبا بالفنان مساري وكان صرح في تصريحات إعلامية زيدة في جوان الفارت أنه قاعد يستعد للتعاون مع الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بغنية جديدة بعد النجاح الكبير اللي حقدته غنية يعرف مع أحمد سعد وزعيم كيف كيف نوردو قال خلال لقاء ببرنامج إيتي بالعربي أنه المشروع هذية اللي يجمعه مع هيفا وهبي خلى يكون فما تواصل بناتهم بعثلها الألحان لكن عديد الارتباطات في علاقة بالعمل هو سبب تأخر المشروع قال إنه التعاون هذا مش بش يكون ديوب بل عبارة على الغنية من ألحاني وكلماتي وكي ما قلت لكم الغنية متعرفة اللي ما زالت لليوم تحقق نجاح كبير وجاوزت الأربعين مليون مشاهدة بعد ترحى القناة الرسمية بموقع اليوتيوب نمشي للنجمة التونسية مريم هند صبري اللي تستعد لانطلاق المسلسل مفترق ترق في شهر سبتمبر مسلسل مفترق ترق اللي كان يحمل اسم وش الريح سابقا يتضمن 45 حلقة يضم عديد من النجوم إلى جانب هند أبرزهم مجد المصري يد نصار جمال مراد وعدد من ضيوف الاشرف واللي هو من إخراج أحمد خالد موسى كيف نقوله مفترق ترق نقوله اقتباس للسلسلة الأمريكية تحكي أحكيته على مرأة اسمها أليسيا واللي جسد دورها هند صبري مرأة زوجها مطيعة مخلصة الزوجها واللي كان يخدم محامي زوجها الفنان ماجد المصري اللي يقوم بتجسيد الشخصية هذية بعد ما يدخل للسجن بسبب فضيحة جنسية تطير الرأي العام وعدد من قضايا الفساد اتقرر أليسيا واللي كانت تمتهن المحامات انها ترجع للعودة من أجل الدفاع على زوجها كيفيش بش تكون التفاصيل متع المسلسلة هذية تكتشفوها ابتداء من سبتمبر نكملوا بالدراما وكيف كيف عمل درامي ضخم مشترك يجمع ممثلين من لبنين سوريا والأردن والإمارات حاليا على قيد التحضيرات للمسلسل الدرامي العربي اللي عنوانه ثلاثة أسابيع واللي بشين طلقت تصوير متاعه انطلاقا من أول جمع في شهر سبتمبر تحت إدارة المخرج الأردني محمد لطفي كما قلت لكم المسلسل بطولة نخبة من ألمع الممثلين العرب من لبنين سوريا الأردن والإمارات من بينهم عبد المنعمة ميري سلوم حديث وزان نجم الدين توني عيسى كيف كيف زيدا نلقاوا منظر ريحنا من الأردن والممثل الإماراتي أحمد عبد الرزاق وعديد الوجوه المعروفة اللي بش تكون موجودة في المسلسل هذية عملية التصوير في الموصل الأول بش تكون مبين لبنين والإمارات وكما أحكي المنتج متع المسلسل يقول أنه من أهم الإنتاجات متع الشركة متاعه ضمن خطة سنوية للإنتاج اللي كان يحضر فيها سواء بين الأعمال الدرامية والسينمائية أيميل أنا أكثر حاجة يعني فرحتني كي سمعت بها بوانتي توازت أكدت الخبر ولكن نحن قاعدين نشوف الخبر يدور على شبكة التواصل الاجتماعي في الصفحات الوحدة النجم يقرأ وميتة بحم هو أنه قناة الحوار التونسي بشتعم المسلسل خارج السباق الرمضاني وهذا هو مهم للغاية وإن شاء الله يتكون يعني هذه بادرة لقناة الحوار وكل القنوات التونسية بش ما يقعدوش المسلسلات مركزين كين على شهر رمضان أو كي ما قاعدين نسمو يعني في الخليج في مصر في لبنين في العالم العربي كي ما في كل العالم فما دي برو ديكتشون على أمتداد العام اكزاكتما اليوم فما نيس عندها أفكار فما كتب بنجمو يوليو يعني تحولو إلى قصص وسيناريوات فما نيس تكتب فما نيس تحب تمثل فما نيس عندهم يعني دي ستوديو فراهو ستوتون اندستخي لابرودكشون تبدأ بهكا أنه نخرج على الإتار العادي هذيك متاع رمضان وتولي عادة وإن شاء الله يوليو المسلسلات متاعنا على طول العام يمكن السؤال اللي يطرح نفسه في التمويل كي ما العادة في الإشهار نعرفه الإشهار ريسر يتركز فيها الرمضان خاصة في تونس هنا يلي ما ليه أنه القطاع الخاص يكون يستثمر هو زيدا في المسلسلات ونخرجو على الأفليمان يتمشي للسينما نحكي هنا على تليفزيون والمسلسلات القطاع الخاص يستثمر دان دي ميني سيغي دان دي سيغي مع أنت مش لازم يعني تكون بستين حلقة وهكا ترجع الحركية للتالف زيتم تاعنا